أكد وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوصل إلى حل ديبلوماسي مع لبنان لمنع التصعيد وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكي أن أوستن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي أفجالنت لمناقشة تصرفات إيران والوضع الحالي في لبنان حيث أكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ولفت أوستن إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرات كبيرة في المنطقة للدفاع عن الأفراد والمرافق الأمريكية وتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل وردع المزيد من التصعيد